السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بهاي الحلقة رح تستفيدوا كتير لأنني رح أقدم لكم خلاصة تجربتي مع موقع تيمو بعد 4 أشهر من الاستخدام وبعد أكتر من 20 طلبية على أقل تقدير بداية تطبيق سهل الاستخدام موقع تيمو صراحة مقارنتا بإي باي ولا بآلي إكسبرس ولا بالشاين تطبيق كتير أسهل على الاستخدام فكان هو رقم واحد بالمقارنة مع هدلاك التطبيقات نيجي للنقطة التانية الهدية اللي بقدمها هاد الموقع الهدية بقولولها او هدية السبون الجديد عم بتكون عبارة عن من القسائم او من الكوبونات هاي القسائم او الكوبونات عم بتكون شغالة على النسبة شلون يعني عن النسبة بتوفر تلت مبلغ الطلبية يعني لو الطلبية 150 يورو انت بتوفر 50 يورو هن الكوبونات عم بيكونوا بهذا الشكل غالبا اشتري بمية منخصم لك 30 يورو اشتري بمية وخمسين منخصم لك 50 يورو اشتري بستين منخصم لك 20 يورو يعني هي شغالة على النسبة صراحة نيجي للنقطة اللي بعدها شحن مجاني هو اكيد مجاني لكن صراحة لازم توصلوا لمبلغ معين وعم بيكون هاد المبلغ ما يقارب ال 20 يورو لكن هاي شغلة بسيطة يعني 20 يورو مو مبلغ كبير نيجي للنقطة اللي بعدها الضرائب والجمارك هاد الموقع السعر اللي بيطلع لك بالإعلان هو السعر اللي رح تدفعه انت لحد ما من لما توصي على القطعة لحد ما توصلك لعندك على البيت او على مركز البريد بدون اي زيادات لا بتدفع جمارك ولا ضرائب السعر اللي بتشوفه هو متضمن الضرائب ومتضمن الجمارك نيجي للنقطة اللي بعدها وهاي احلى نقطة صراحة عجبتني بتطبيق تيمو اللي هي price adjustment او بالعربي بتعديل السعر او بتعبير افضل خلنا نبعد عن ترجمة جوجل اللي هو الحصول على فرق السعر شلون يعني الحصول على فرق السعر شو هو باختصار جدا وبالعامية لو نقول اليوم اشتريت انت جو السماعات بخمسين يورو بعد ثلاثة ايام لقيت نفس السماعات حقهم أربعين يورو فرق عشرة يورو رح تحس حالك انغدرت وأكيد معاك حق لكن موقع تيمو بيعطيك شهر واحد فقط وهو يعني مدة كويسة بقول لك اذا لقيت نفس القطعة اللي اشتريتها مع نفس اللون مع نفس القياس وكل شي نفسه بسعر اقل خلال شهر واحد نحنا مسؤولين انه نعطيك فرق السعر يعني انت لقيت نفس السماعات نفس المركة نفس كل شي نفس المواصفات تتواصل لما خدنا الزبائن تقول له انا لقيت نفس القطعة وهاي ارخص بعشرة يورو بقول له لك خدمة الزبائن طبعا بعد ما يفحصوا طلبك ويشوفوا بس عملية سريعة يعني ايه فحص الطلب بتتم خلال خمس دقايق تقريبا بيشوفوا انه والله هاد كلامه مزبوط بيعطوك عشرة يورو على السريع بقول له لك من اعتصر عايز عجعاج وشكرا انك تواصلت معنا يعني عملية بسيطة جدا نيجي للنقطة اللي بعدها اسعار المنتجات بهذا البرنامج اسعار منخفضة جدا صراحة مقارنة بالمواقع الاخرى وفوق هيك في تخفيضات بيعملوها احيانا اصحاب المتاجر الالكترونية موجودة بموقع تيمو صراحة تخفيضات مشجعة جدا ومتل ما عم بتشوفها بالفيديو او اذا انتبهتوا في شغلات انا اشتريتها بعدد كبير لانه تمكنت بصراحة من اعادة باعة بسعر خلاني اعمل مرابح لا بأسة بها لكن هم بدنا ندبهكم على شغلة انتبهوا على حجم السلعة او الشغلة اللي بتكون تشتروها بالصور وبقرؤوا التعليقات وقرؤوا كل شي لانه احيانا عم بصير غش بالحجم وممكن تقرؤوا وانتو كل شي وتشوفوا نفس الاعلان وكل شي واحيانا ما عم بيكون فيه تعليقات وعم تدفعوا نفس المبلغ وعم تنغشوا شلون راح اشرح لكم هاي النقطة ببساطة انا مرة اشتريت كنزة بستة يورو نص وصلتني طلعت خامتها بتجنن وبتستاهل الستة يورو نص مع انو كنزة نصكم بستاهل الستة يورو نص المهم وصلتني كانت خامتها كتير حلوة اه كنزة بتجنن اما متشجعت وصلت على كنزة تانية وكان الاعلان بيحمل نفس الوصف ونفس الصور وكل شي نفسه وصلت على واحدة تانية وستنيت ما يقارب دلتة اسابيع بعد ما وصلتني الكنزة التانية اتفاجأت بعد ما فتحتها انو شو هاي ستة يورو نص هاي منمتل اللي اشتريتها هاديك المرة جبت لتنين حطيتهم بجنب بعضهم فرق شاسع مع انو نفس السعر ونفس الصور ده كانتفاجأت انو فيه غش يعني نفس الاعلان ونفس كل شي لكن الخامة عم تكون مختلفة وصارت معاي مرة تانية اشتريت ما كنت حلاقة بس وصلت عرض الواقع كان حجمها اصغر بكتير من الصور يعني لدرجة انو بتفكر عن لعبة المهم منتبهوا على هاد الموضوع منيجوا للنقطة اللي بعدها خدمة الزبائن خدمة الزبائن من موقع تيمو صراحة رائعة جدا سواء عن طريق التعامل مع الروبوت او التعامل مع الموظفين بشكل مباشر صدفت كم مرة صراحة اجيت بدي ارجع شغلات بسيطة لأسباب مثلا متل ما ذكرت سابقا خلينا نقول ما عجبتني وما حبيت قرميها بالقمامة يعني فتواصلت مع خدمة الزبائن خبرتهم انو بدي ارجع عنها الاغراض فصراحة يعني قالوا لي كالتالي قالوا لي منعتذر منك ونحنا حابين نرجع لك فلوسك بدون ما نسترجع المنتجات يعني خلي المنتجات عندك ورح نرجع لك فلوسك كاملين تلون لأ انا بدي ارجعون قال لأ ما في داعي رح نرجع لك المبلغ كامل وخليهم عندك منيجي للنقطة اللي بعدها عملية تفجيع البضائع لو ما عجبتكم مثل ما ذكرنا سابقا او حتى بدون سبب حبيتوا تراجعوا ما في اي مشكلة بهذا الشي رح اشرح لكم العملية لكن قبل هيك بدي انبعكم على شغلة كتير مهمة جدا لانو لازم تحتفظوا بالكرتونة اللي اجا فيها المنتج لما استلمتوه او اذا كان كيس نايلون يعني كان المنتج موجود بكيس نايلون في ببعها هاد الكيس شي اسمو بار كود رمز الكتروني هاد الرمز بيعملو له سكان على الجهاز بيطلع بيتعرفوا على المنتج عن طريق هاد الرمز فانتبهوا انو لازم تحتفظوا بالكرتونة الاصلية او بالكيس اللي كان فيه المنتج لما استلمتوه مشان لما تقوموا باعادة الارسال تسترجعوا اموالكن بشكل اسهل ومشان تساعدوا المركز او المغزن تبع تيمو انو يتعرف على البضائع بشكل اسرع وهاد الشي اكيد بصب بصالحكم بالنهاي عملية الارجاع بعد ما تتواصلوا مع الروبوت او مع خدمة السبائر العملية كتير سهلة تقولوا لهم انده ارجع عن الغراض بقول لهم ماشي منعتذر شلون بدك تسترجع فلوسك عن طريق تيمو كريديت او عن طريق اه يعني طريقة الدفع الاصلية اللي انت دفعت فيها بعد ما تتجربوا على ثلاثة اسئلة بساطين جدا يعني بيعطوكن لساقة لعادة الارجاع بشكل الكيتروني بتاخدو هاي اللساقة بنفس الباكت اللي استلمتوا فيه نفس الباكت او نفس الكيس اللي استلمتوا فيه الغراض بنفسه مع انه فتحتوه بترجعوا بتلازقوه بشكل انه ما يقع منه الغراض بترجعوا بتلازقوه بتروحوا على مكتب D.HL بتوجروا اللساقة الالكترونية اللي استلمتوا انتوا من موقع تيمو هو بقوم بتباعتها بتقوموا بلسقة على الباكيت. وبإرسال الباكيت بمركز الدي اتش ال. في نقطة هلأ بدي أحكيها هي مزعجة هي حلوة. الاشعارات اللي بيبعتها موقع تيمو صراحة مزعجة. انا ازعجتني صراحة. لكن تواصلت مع خدمة الزباين. قلت لهم من فضلكون حزروا لي اياهن ما بدي بنوب لانه اذا الايميل عندي مهم جدا. ما بحب يعني استلم عليه اي اعلانات. فتواصلت مع خدمة الزباين. قلت لهم حزروا لي هاي الاشعارات. فا اعتذروا مني واعطوني قصيمة نسبة تخصم عشرين بالمية. يعني لو اشتريت بمية يورو رح ينخصم لي عشرين يورو. فكانت مفاجأة بالنسبة لي بصراحة. انا كنت بدي احزر بس الاشعارات احزرت الاشعارات وحصلت على عشرين يورو. مثلا او هي خصم عشرين بالمية. المهم. نيجي من نهاية هاي الحلقة. اي خلاصة تجربتي. انا بنصح بهذا الموقع. لكن قبل ما تشتري اي شي خاصة على الانترنت بهذا الموقع ولا غيره. شوف الصور اولا. اقرأ وصف المنتج اصفل الصور ثانيا. واخيرا لو في تعليقات على المنتج بنصحكم بالتأكيد ان تقوموا قراءة التعليقات لانه يعني بدك تشتري شغلة عجبتك على الانترنت. بدك تستنى ثلاثة اسابيع او شهر لتوصلك. اكيد ما حلو بس توصلك انك تتفاجأ فيها انه تبعها سيء او مو متل ما شفتها بالصور. فهاي كانت نهاية حلقتنا لليوم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.